كشفت الفنانة دينا الشربيني عن الكتير من أسرارها الشخصية في برنامج حبر سري مع الإعلامية أسمى إبراهيم وتكلمت كمان عن الفنان عمر دياب اللي ارتبطت بيه الفترة كانت حديث الناس دينا الشربيني ردت عن سبب نفي الفنان عمر دياب أنه غنى أغنية برج الحوت ليها وقالت أنا ما سمعتش القصة دي ويمكن حصل ومعرفش فعلا الأغنية ليه ولا لا وأنا ما قدرش أتكلم نيابه عن حد وعمر دياب راجل عظيم بحبه جدا وبحترمه جدا وبحاول طول الوقت أبقى أنا دينا أضافت كمان إن كل واحد له شخصيته المستقلة لو فيه سؤال لعمر يوجه لعمر مش لدينا والعكس صحيح أنا ما قدرش أتكلم نيابه عن حد فأنا مش هو ولا هو أنا وكملت كلامها وقالت بحاول طول الوقت أكون نفسي وأنا شخص متفائل بطبعي ومعرفش صحة تصريح إن الفنان عمر دياب قال إنه مغناش قونية برج الحوت ليها دينا أكدت كمان إنها مش هتزعل لو ارتبطت بشخصه وقام بتشغيل أغنية برج الحوت ليها وقالت لو مرتبطة بحد وحصل كده مش هزعل وانا حاليا محتاجة ركز في شغلي والحب ملوش خطة وعن مواصفات فتاة أحلامها قالت أنا مواصفاتي في اللي عايزها أرتبط بيه كون بيراعي ربنا ودمه خفيف وحنين على أهله وبحب الراجل اللي مش بيحب النكد وكشفت دينا الشربيني سر أسماء التتو المكتوب على يديها وقالت تتو ليلة على اسم ماما وتتو تاريخ 3-4 لعيد ميلاد بابا وعندي تتو تالت اسمه الحياة وعمري ما غيرت وأكدت إن المشاكل الشخصية اللي بتتعرض ليها مش بتأثر على عملها كفنانة وقالت إنها تتمنى إنها تعمل فوزير ووضحت إنها دعمت الفنانة دون ياسمير غانم ونيلي كريم وياسمير رئيس لما قدموا الفوزير وعن كده قالت نفسي أعمل فوزير ودون ياسمير غانم جميلة ونيلي كريم خطيرة وياسمير رئيس جميلة وكلهم حلوين للفوزير وبيانت دينا الشربيني إن العمل مع النجمة أحمد ميكي مميز للغاية ووضحت ده بكلامها لما قالت الشغل مع أحمد ميكي تحفى ومش بفهم في موضوع الإرادات ومعرفش سبب انخفاض إرادات فيلم ساميرا بونيل وبشوف إنها حتت المنتج وأنا رحت عملت الشغل اللي عليا وبميل إلى الأدوار الضرامية وكشفت دينا إنها تعرضت للخيانة من نوع آخر وقالت كان فيه شخص ارتبط به وحصلت منه خيانة وتعرضت المشكلات كتيرة وعلقت إنها بتلجل الاستماع إلى الأغاني لما تحس بمشكلة وبجرأة قالت دينا الشيربيني إنها عايزة تعمل عملية تجميل في أنفاها لكنها خايفة من العمليات والحق وقالت إن فكرة العمليات عموما مخاطرة والناس القريبة مني بيقولولي ما تعمليش وأضافت دينا الشيربيني إن أصدقائها المقربين نصحوها بعدم إجراء عمليات تجميل في أنفاها وإن هيقيتها الطبيعية جميلة ونفت إن يكون طلب منها أي مخرق إجراء عمليات تجميل ولكنها عايزة تعملها والسنة دي بتشارك الفنانة دينا الشيربيني في السباق الرمضاني بمسلسل المشوار اللي بيقوم ببطلته محمد رمضان وبيومه فؤاد وأحمد جمال من تأليف محمد فريد وأخراج محمد ياسين وبتجسد فيه دور ورد مرات محمد رمضان اللي بتشاركه في كل حاجة ترجمة نانسي قنقر